أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم لا الكتاب ما بيبانش من عنوان ولا حاجة الكتاب بيبان من مقدمة الكاتب فإذا كانت المقدمة بتاعة الكتاب قوية رصينة متمسكة هتعرف أن الكتاب كويس أسهل حاجة أنك تحط عنوان لكن أنك تعمل الكتاب هو ده المهم المتن زي ما بيتقال المقدمات الجيدة تقود بالقطع لنتائج بإذن الله أكثر جودة طب ليه المقدمة الجيدة ما تؤديش إلى نتيجة جيدة ليه بتقول أكثر جودة لأنه بمنتهى البساطة في حاجة اسمها نتيجة التراكم هذا التراكم يؤدي إلى نتائج أكثر جودة لما تشوف هذا المؤتمر وأنا أدعي أنه فاق التوقع بل والطموح في إيه؟ بدءا من كلمة فخامة الرئيس مرورا بكلمات السادة الحضور مش هقولك انتهاءا بكلمات السادة الحضور مرورا بكلمات السادة الحضور لأن لسه عندنا بكرة ولسه عندنا بعده كان فيه سمة رئيسية شديدة الأهمية الوضوح المباشرة الحقائق الأرقام الأراء المختلفة مهما كانت مساحة الاختلاف في الرأي فكانت تعطى المساحة بالكامل للمتحدث والعرض والشرح وحقائق وأرقام ومنأشة وليست مجرد إلقاء كلمات وأسئلة ومقاطعات شيء أكتر من رائع ذهابا بقى الشكل التقني يعني الإدارة بتاعت الجلسات والحوارات والهوامش والفواصل وما إلى ذلك كان عشرة على عشرة ومش عايز أستخدم المصطلح بتاع وكأننا في أوروبا أنا ضد عقدة الخواجة يعني ما بحبش عقدة الخواجة عندي حاجز نفسي وتاريخي وعقلي ما بيني وما بين كلمة أصل شغل أجانب شغل أوروبي شغل أمريكاني وهو إحنا ما نعرفش نعمل شغل أحسن من اللي بيعملوه الأجانب من أجمل الحاجات مش هقولك وأجملها لكن من أجمل الحاجات وأقواها كلمات الرئيس حول استطاعتنا وقدرتنا على خلق مسارات متوازية لأن إحنا نقدر نقف لوحدنا آه إحنا نقدر نقف لوحدنا اللي وقف معانا مشكورا ألف ألف شكر واللي مش هيقدر يكمل محدش يقدر يلوم لكن المسألة إحنا نعرف نقف ولا ما نقدرش ده إحنا نقدر وقق قوي خد بالك إنت اللي عملت الرملة السوداء بعد توقف تسعين سنة هو أنت وإنت اللي عملت كشف الغاز في شرق المتوسط بعد ما كان بالتأكيد في مليون دراسة بتقول يجوز أو ربما لكن إنت اللي عملت كده مش هقولك إن إنت اللي كشحت الإخوان خلينا في الاقتصاد لأنه إنت اللي قدرت إنك تخلق روافد اقتصادية جديدة عشان كده نقدر نقف لوحدنا إحنا نقدر نقف لوحدنا لأنه هذا المؤتمر كان يتسم بالوضوح والمباشرة والشفافية إرجع على سبيل المثال للتعليق أو للكلام بتاع الدكتور زياد بهاء الدين في هذا المؤتمر النهار الدكتور زياد بهاء الدين بخلاف أنه كان نائبا لرئيس وزراء مصر اللي فترة ليست باليسيرة ولم تكن سهلة على الإطلاق لكنه خبير اقتصادي مهم ومن ناحية تانية دكتور زياد يقف على مربع المعارضة فلما تكلم الدكتور زياد على إيجابيات ما يحدث ثم أكمل في كلامه وقالوا بدأت بالإيجابيات خلوني كمان باقتضاب عشان ما ضيعش الوقت أنه أنتقل إلى الأمور اللي احنا لازم نشتغل عليها وأفرد لها مساحة شديدة الوضوح شديدة الاختصار دون إخلال بالمعنى السؤال هو مين فينا كان بيظن أنه هيبقى فيه كلمات للمعارضة المصرية من الاقتصاديين أو المختلفين في الرأي كثير كانوا يقولوا استحالة وكثير تانيين كانوا بيقولوا أكيد لكن أنه تخرج بهذه الصورة محدش فينا كمتوقع وكما جرت العادة جاء هذا المؤتمر مفاجئاً بل وفاقة توقعات الكل وكما جرت العادة جاء هذا المؤتمر مباشراً واضحاً إذن هذه المقدمة الجيدة أو شديدة الجودة القوية هتقود إلى فاعليات أو وقائع ومناقشات ومحاورات أكثر جودة بل أكثر امتيازاً بكرة وبعده